إذن بداية بشأن التقوي حيث ارتفعت أسعر ونفط اليوم بعد أن قالت روسيا أنها تساند توصيات لدول الأوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر وسط وستتراجع الطلب على الخام في وقت تكافح السين فيه تفشي الفيروس كورونا هذا كانت العقود الراجلة لخام برانت مرتفعة بـ 24 سنة بما يعادل 0.4% إلى 55.17 دولارا للبلميل لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التواري في ذل استمرار المخاوف حيال أثار الفيروس وزدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ 15 سنة أي بـ 0.3% مسجلة 51.10 دولار للبلميل ومتجها هي الأخرى صوبة خسائر للأسبوع الخامس كذلك على التواري